السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يارب اليوم جبت لكم اربع حلويات بمداقات مختلفة اقتصادية كتعطى كمية كثيرة بمكونات بسيطة حلوة في متناول جميع الي اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبارتجيوا مع اصدقائكم لتعم الفائدة نشوفوا مكونات الحلوة الاولى نحتاج 380 جرام من الدقيق الابيض ما يعادل جوش كيسان ونص بالقياز دي الكاس العنبة اللي كيوزن 150 جرام نصف كأس من الزيت النباتي نصف كأس من السكر بيضة واحدة 125 جرام من الزفدة ملعقتين كبيرتين من النشا او ميزينة خميرة الحلويات او بيكن بودر ما يعادل 8 جرام السكر الفاني او الفانيليا ما يعادل 7.5 جرام او ملعقة صغيرة نكهة الليمون الحامض رشة ملح لتحسين الضوق خديس هاد القصعة اللي غادي نعجين فيها العجين ندفس فيها السكر ضفت بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ونضيف 125 جرام من الزبدة أنا استعملت هنا غير الزبدة دي العلبة رشة ملح لتحسين الضوق وغادي نخدم هاد المكونات مزيان بيدي حسين يضب هاداك السكر حسين يضب هاداك السكر اللي ونخدم مزيان هاد المكونات بيدي نضيف ملعقتين كبيرتين من النشا او ميزينة نشاك يعطي واحدة هشاشة لهاد الحلوة ضفت سلفانيليا او سكر فاني ضفت نكهة الليمو الحامض انا ضفت هاد العلبة كاملة اللي كتعمل خمسة دراهم كتعجبني نكهة الحامض او الليمو الحامض ممكن نضيفه فقط ملعقة صغيرة كافية صاف نخدم المكونات مزيان من بعد نضيف الطحين بشكل تدريجي الطحين انا غربلته من قبل نضيف خميرة الحلوية او بيكين بودر ما يعادل ثمانية جرام ونجمع العجين باليد ديالي نستمر فيه جمع العجين الى خصني الطحين نضيف مرة اخرى هاد الحلوة كتجيزوينة بالساف اقتصادية وكتعطينا كمية كتيرة اضفت الطحين مرة اخرى نجمع العجين حتى نحصل على عجينة كلينا عجينة تكون رطبة ما تكونش قاسحة نضيف ما تبقى من الطحين هاد العجين هزلي 380 غرام من الطحين من بعد مجمع العجين هذا هو القوام ديالا كيف كتشوفوك اجي عجينة طبا نشكل العجين الكويرة صغيرة على هاد الشكل هذا طريقة سهلة نستمر في تشكيل العجين حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم من بعد مشكلة الحلوة كاملة وضعتها في الصينية اللي غدت دخول الفرن فرشت لها ورق الزفدة غدي نعمل واحد الحفرة في الوسط بالاصبوع ديالي ممكن تعملوها بشي اداة اللي كانت متوفرة عندكم من بعد ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 170 درجة فرن ساخن من قبل ما اخداش لي وقت كبير في الفرن الحلوة اخدت لي فقط 20 دقيقة انا شغلت الفرن غيل بالتحت حتى طابق الحلوة ومن بعد شغلته من الفق اخذ اللون ذهابي ندوي الشكل ديال الحلوة غدي نوضع الحلوة جاني بان حتى تبرد ومن بعد ندوز المرحلة التزيين نحتاج في التزيين مربى المشمش يكون خاص بالحلويات يكون سائل ونحتاج جوز الهند او الكوك نوعية تكون جيدة من بعد نوضع قطع الحلوة في المربى انا هاد المربى اللي عندي ديال المشمش خاص بالحلويات يلا كان عندكم مربى ديال المشمش اللي خاص بالاكل هكا اللي كيكونوا في قطع ممكن تضيفوا ليه القليل من ماء الزهر وتدفيوا هكا على النار وتستعملوه بعد نخلي هاد الحلوة وحتش شوية في المربى نقلبها كيف كتشوفو حسد تشرب شوية هاد المربى ومن بعد نزولها نقلبها بعد نصفد اخطي الحلوة من المربى نزول من هادك الفائد اللي فيها من بعد نوضحها في جوز الهند او الكوك نغلفها مزيان نغلبها كاملة من الفوق ومن التحت نحصل على هذا الشكل والكوك او جوز الهند من الافضل تكون نوعية جيدة ما يكونش ناشف باش الحلوة تجي مزيانة ويجي المدق ديالها مزيان سوفي بنفس الطريقة غادي نستمر هنزول هذيك الحلوة من المربة نوضعها في جوز الهند نغلفها مزيان نستمر بنفس الطريقة سنكمل كمية اللي عندي كاملة ديال الحلوة ونعود نرجع معكم نستمر بنفس طريقة على الشكل يروةكها لا تهجبونato الان نستمر بنفس الطريقة مällt البالغة عن المربة ثم اكملت الكمية المشمش وضعت ملعقة من الجليكوز سوف نعمر بها الحفرة التي كانت في الوسط عملت الجليكوز لكي يأتي المربع تابت مصيح إذا لم يكن متوفر لكم الجليكوز ممكن تعملوا المربع على النار ثم املأ بها الحفرة التي تكون في الوسط هذا هو الشكل النهائي الحلوة حلوة ريش بونت بشكل جديد اقتصادية تعطي كمية كثيرة حلوة تجيه شيشة تدف في الفم حلوة في متناول جميع انا اعطتني 40 حبة إذا ضعفت المكونات ستعطيكم 80 حبة انا مأكدة إذا جربتوا هذه الحلوة اليوم ستعجبكم بالساف لأنها فعلا تستحق التجربة ندوزوا نشوفوا المكونات اللي سنحتاجوها في الحلوة الثانية نحتاج بالمكونات الفول السوداني او الكوكاو انا خلطوا بالقشرة وضعتوا في هذه الصينية وندخلوا للفرن نجعله يتحمر ونعود نرجع معكم من بعد ما نخرجوا من الفرن من بعد ما تتحمر الكوكاو او الفول السوداني حصلت على هذا الشكل كيف تشوفوا وهذا هو القوام اللي حصلت عليه ما حصلتش على بودرة ومجاش مهارمش هذا هو الشكل دياله سوف من بعد سوف نوضعه في إناء ونضيف لي هناك هات اللوز ونجمع الكوكاو او الفول السوداني بمربى المشمش انا عندي هنا مربى السائل خاص بالحلويات سوف نوضع الكمية المربى اللي سوف تكفيني اللي سوف تجمع لي هذا الكوكاو او الفول السوداني بحيث نحصل على عقدة الكوكاو نكهة اللوز ممكن تستغنو عليها إن ما بغيتوش تعملوها ممكن تنكهو بالفانيليا او السكر الفاني نكهة اللوز سوف نعطيه حد طعم هائل هذه العقدة بحيث مني ناكله الحلوة نحس بأننا ناكله حلوة اللوز ليس الكوكاو سوف نصمر في جمع العجين الكوكاو حتى نحصل العقدة على هذا الشكل هذا سوف ننشكل هذه العقدة على شكل كويرات صغيرة كيف تشوفو بحيث الكويرات تكون متساوية في الحجم أنا ما عملتش الميزان فقط عيني ميزاني من بعد وضعتها وضعت العقدة في أبيض بيضة زولت هذا الفائد بيض البيض ومن بعد وضعت وضعتها في جنجلان أو سمسم غادي يلبسهم زيان على هات الشكل هذا كيف تشوفو من بعد غادي نعملته قف في الوسط أنا عملتها غير بالأصبع ديالي إلا كانت عندكم شيء أداة ممكن تقلوبها الحلوة من الوسط حصلت على هات الشكل هذا غادي نشكل واحدة أخرى بنفس الطريقة نضعها في بيض البيض من بعد نزول هاتك الفائد ديال بيض البيض نستعند بهات الشوكة أو الفرشت ونضعها في السمسم أو الجنجلان أنا السمسم أو الجنجلان ما حمرتوش قليتوه عادي لأن الحلوة غدخل الفرن سوف يلبس الحلوة مزيان بالسمسم أو الجنجلان على هات الشكل هذا كيف كتشوفو وكان عملتو قف في الوسط أو حفرة في الوسط هات الحفرة من بعد غادي نعمروها بالشوكولات نستمر بنفس الطريقة حسن الشكل هات العقدة اللي عندي كاملة ونوضعها في أبيض البيض ومن بعد نوضعها في الجنجلان أو السمسم ومن بعد نوضعهم في السنية لغدخل الفرن نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية كاملة ونعود نرجع معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعبت الأمر من بعدما كملت الكمية كاملة وضعت الفصيني اللي ستخذ الفرن وقلب لها ورق الزبدة وندخلها الفرن ساخن على دارجة يومس 9 للن ونجلها فقط خمس دقائق ولا سنج행 هذه الحلوة تدخلتها في فرن كيف كتشوفو 5 صدقائر ونخرجها من الفرن هاته الشكل الخلوة بعد أن أن تم الفرن انا خليتها خمسة دقيق فقط ما زدتش عليها ندوزو المرحلة التزيين بعد نزيين الحلوة من بعد نفر دات نزيينها بالشكولاتة بيض سنعمر هذه الحفرة اللي في الوسط بالشكولاتة بيض اللي ضوبته حلوة سهلة في متناول الجميع ممكن تحضروها في اخر لحظة انما تتاخد منكم وقت كبير تجيل ديدة بززاف لا تشبعوش منها صفن السمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكيمية كاملة نعمر هذه الحفرة بالشكولاتة بيض ومن بعد خديت الشكولاتة أسود حسوده وبسو في حمام مائي ونعمل واحد النقطة في الوسط تجي على شكل عين ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي الحلوة هذا هو الشكل النهائي الحلوة اليوم حلوة بدون بيض بدون زبدة بدون زيت بدون دقيق من أسهل وقالة الحلويات اللي جربت كتجيل ديدة بززاف ما تشبعوش منها سريعة تحضير تحضر في دقائق كيجي الشكل ديلها جميل جدا والمداقية سلام ما تشبعوش منه حلوة تستحق تجربة أنا غدي نقسم لكم واحدة باش تشوفوا الشكل كيف عامل من الداخل تجيه شيشة رط برطبة المكونات اللي غدي نحتاجوها في الحلوة الثالثة نحتاج كأس من السكر معيار الكأس 150 جرام نضيف بيضتين بدرجة حرارة المطبخ الفانيليا أو السكر الفاني كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة رشة ملح لتحسين الضوق نضيف أربع قطع من جبن متلتات نخدم هاد المكونات مزيان أنا غنستعن بالطراب اليدوي هاد الحلوة سهلة اقتصادية كتعطينا كمية كثيرة مكونات بسيطة في متناول جميع من بعد ما نزجت المكونات جيدا نضيف زيت نباتي كأس من الزيت ما يعادل 150 ملي نزج المكونات جيدا من بعد نضيف ربع كوب من الحليب مجفف حليب نيستلي كيعطي طعم هائل هاد الحلوة وكيخلي الحلوة جي شيشة ننزج المكونات جيدا من بعد نضيف الطحين بشكل تدريجي أنا الطحين غربلته من قبل نضيف الكأس الأول الكأس كيوزن 150 جرام الكأس الثاني خميرة الحلويات أو بيكن بودر 8 جرام كيس واحد فقط ونجمع العجين باليد ديالي إلى خصني الطحين نضيف مرة أخرى نضيف الطحين مرة أخرى نضيف نصف كأس نصف كأس الآخر نضيفه من بعد أنا هاد العجين هزلي ثلاث كؤوس من الطحين مايو عادي ل450 جرام ممكن يهزليكم أكتر ممكن أقل على حسب النوعية ديال الطحين اللي لسا عملتو نستمر في جمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون رطبة على هات الشكل هذا أنا العجين وضعتو في إناء آخر هذا هو القوام ديال العجين كيف كتشوفو من بعد نشكله أنا ما غديش نحتاج طابع فقط غنشكله على شكل قوائرات صغيرة بحيث هاد القوائرات تكون متساوية في الحجم أنا ما عملتش الميزان لكن عيني ميزاني نستمر في تشكيل العجين حتى نكمل الكيمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم من بعد مشكلة العجين كامل وضعتو في الصينية اللي غدخو الفرن في الرشل اللي هو ورق الزودة قبل ما كان ندخل الصينية الفرن كان أعملوا حد الحفرة أو توقف في الوسط أنا عملتهم غير بالأصبع ديالي ممكن تعملوها بشيء آدات اللي كانت متوفرة عندكم من بعد ندخل الصينية الفرن اللي شاعلته من قبل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة أنا الفرن شغلته غير من تحت حتى الطيب الحلوة ومن بعد نشغله من الفوق تاخد الحلوة لون ذهبي ونعود نرجع معكم من بعد ما نخر الصينية من الفرن هذا هو الشكل ديال حلوة من بعد ما طلعتها من الفرن قد تاخد لون ذهبي من الفوق كيف كتشوفه كتجي طيبة من تحت أنا أخذتلي عشرين دقيقة فقط في الفرن قد نخلي الحلوة حتى تفرد ونعود نرجع معكم لمرحلة التزيين نحتاج في التزيين مربى المشمش مربى سائل خاص بالحلويات ونحتاج جوز لهند أو الكوك اللي حمرته أنا حمرته غير في المقلات كيف كتشوفوك ياخد لون ذهبي من بعد كن ناخد الحلوة كندهنها بالمرحلة كندهل وجه ديالها بالمرحلة كندهل وجه ديالها بالمرحلة أنا استعملت هنا المربحة ديال مشمش مباشرة كان وضعها في جوز لهند أو الكوك اللي حمرته كيجي الشكل ديال حلوة جميل كيف كتشوفو حلوة ساهلة في متناول جميع سوف نستمر بنفس طريقة كندهن الوجه ديال حلوة بالمرحلة ومن بعد كن وضعها في جوز لهند أو الكوك اللي حمرته نحصلوا لها الشكل هذا كيف كتشوفو نستمر بنفس طريقة حسن نكمل كمية ديال حلوة اللي عندي كاملة نزينها بنفس طريقة ونعود نرجع معكم ترجمة نانسي قنقر هذا هو الشكل ديال حلوة من بعد نزينتها بالمرحلة وجوز لهند أو الكوك محمر من بعد غدي نملأ هذك الحفر اللي كينا في الوسط بنست لكاراميل أنا عملت هنا نست لكاراميل ممكن تعمله الشوكولات أو المربحة على حسب الرغبة أو حسب متوفر هذا هو الشكل النهائي ديال حلوة حلوة اقتصادية في متناول الجميع كتعطينا كمية كثيرة أنا أعطتني خمسين حبة إذا ضعف سو المكونات ستعطيكم مية حبة كتجيه الشيشة كتدف في الفم حلوة تستحق تجربة نشوفوا مكونات الحلوة الرابعة والأخيرة نحتاج كوب من السكر معيار الكوب مية ومسين جرام نضيف السكر الفاني أو الفانيليا ما يعادل 7.5 جرام أو ملعقة صغيرة نضيف حبسين بيض بدرجة حرارة المطبخ ونخدم هاد المكونات بيض يمزيين حتي يضب السكر هذه الحلوة سهلة سريعة تحضر اقتصادية كمية كثيرة حلوة في متناول جميع حلوة بالياغورد أو دانون سوف نخدم هاد المكونات جيدا بيضي كيف كتشوفو ومن بعد نضيف المكونات الأخرى أنا هاد المكونات اللي غدي نعمل معاكم معطوني أكتر من خمسين حبة إذا ضعفتوا المكونات غدي تحصلوا على أكتر من مية حبة نضيف الزيت كأس مع مرش مزيان من الزيت نباتي ونخلط المكونات بيضي مزيان طريقة بسيطة كيف كتشوفو والنتيجة رائعة من بعد نضيف علبة الياغورد أو الزبادي أو دانون أنا عملتوا بنكهة الفاني العلبة كتوزن 110 جرام ونضيف نكهة الليمون الحامض ممكن تعملوا قشرة الليمون الحامضة نكهة الليمون الحامض كتعطي مضاق مميز لهذه الحلوة اليوم نخلط المكونات جيدا ومن بعد نضيف الطحين بشكل تدريجي نضيف خميرة الحلويات أو بيكين باودر ما يعادل 8 جرام ونجمع العجين إلى خاصة الطحين نضيف مرة أخرى نجمع العجين بحيث نحصل على عجينة كلينا عجينة تكون رطبة ما تكونش قاسحة نضيف الضحين مرة أخرى ونستمر في جميع العجين هذا هو العجين اللي حصلت عليه كيف كتشوفه نحصل لعجينة رطبة هذا هو القوام دي لها من بعد نشكل العجين على شكل كويرات صغيرة على هات الشكل هذا بحيث الكويرات تكون متساوية في الحجم أنا عملت شكل متوسط ممكن تعملوهم أصغر من هذا الحجم وممكن تعملوهم أكبر نستمر بنفس طريقة حتى نشكل كمية العجين اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم هذا هو الشكل دي الحلوة من بعد ما طابت نستمر بحيث كبير في الفرن نستمر لون دهابي من الفوق جت طيبة من التحت نوضع هذا الحلوة جانبا حتى تبرد ونبعد ندوز المرحلة التزيين نحتاج بالتزيين شوكولاتة بيضاء لدوبتها في حمام مائي نضيف عليها كوكاو كونكاسي أو فول سوداني بهمش نضيف تقريبا ثلاث ملاعق كبيرة ونحرك جيدة المكونات من بعد ناخد نصف الكمية الحلوة اللي عندي نغلفها بهات الشوكولاتة البيضاء والنصف الكمية اللي غيبقى عندي غنغلفه بشوكولاتة سوداء نحاول أنا نوضع كمية مناسبة من الكوكاو كونكاسي باش الحلوة يجوبينين فيها دوك الحوبيبات نستمر بنفس طريقة حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم من بعد مغلفت الشوكولاتة الحلوة بالشوكولاتة البيضاء زينتها بالفوق بالورد من بعد اخذت شوكولاتة سوداء اللي يضوبتها في حمام مائي بنفس الطريقة ضفت لها كوكاو كونكاسي أو فول سوداني مهرمش ونحاول أنني نغلف نصف الكمية دي الحلوة اللي بقاس عندي بالشوكولاتة السوداء نستمر بنفس طريقة حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة دي الحلوة نغلفها بهات الشوكولاتة السوداء ونعود نرجع معكم من بعد زينتها بالفوق بالورد بنفس الطريقة اللي زينت بها الشوكولاتة اللي غلفتها بالأبيض من بعد مزيينت الحلوة اللي عندي كاملة رجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي دي الحلوة دي اليوم كيجي الشكل ديالها جميل جدا شيشة كالدف الفم حلوة اقتصادية كتعطي كمية كتيرة أنا أعطتني خمسين حبة إلا ضعفتوا المكونات غديت تعطي كمية حبة حلوة في متناول جميع مكونات بسيطة إلا أعجبكم فيديو دياليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة ما تنسونيش تبارتجوا الفيديو مع أصدقائكم اللي تعمل فائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله